قال الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات في أسعار الكهرباء لتخفيفه عن المواطنة المصرية وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر مشيرا إلى أن ذلك سيكلف الدولة عشرة مليارات جنيها النهاردة تناقشنا جوه مجلس الوزراء حضركم عارفين إحنا وضعنا خطة إعادة هيكلة قطع الكهرباء من فترة طويلة ودايما معالي وزير الدكتور محمد شاكر المرقبي كل سنة بيطلع وبيعرض إحنا بنعمل إيه كدولة ودايما كان بيحصل الزيادة المقررة للكهرباء في أول يوليو وعادت سيادته أنه كان ييجي قبلها بأسبوعين أو تلاتة ويعمل مؤتمر صحفي ويشرح للناس كلها بشفافية واضحة إزاي إن إحنا بنعمل هذا الموضوع ولكن يمكن إحنا طبعا تقديرا للأعباء الكبيرة اللي موجودة النهاردة وبرضه مرة أخرى إحنا يمكن نشوفها أزمة علامية غير مسبوقة يعني وجدنا إن من المناسب إن إحنا نرجع تطبيق أي زيادات لمدة ستة أشهر بصورة مبدئية يعني بحيث بدل ما كنا حنبدأ واحد سبعة يعني حنرجعها ستة أشهر يعني لغاية آخر السنة بتاعت عشرين وعشرين ويعني إحنا بنتابع طبعا مع الوقت ومع تطورات الأزمة بحيث برضه حنيجي كمجلس وزراء نبص قبليها قبليها بفترة نشوف الوضع هيبقى العالمي عامل إزاي لإنه زي ما بنقول محدش عارف بكرة في إيه اللي بيحصل والتطورات الموجودة ولكن القرار اللي اتخذ وده يمكن كان بناء على توجيهات فخامة رئيس إن إحنا بنرجع أي تطبيق لزيادات لمدة ستة أشهر اشتركوا في القناة